نكامل محضركا بشونسين جزء الخاص بالبروجرس منوترينغ احنا عملنا اول حاجة الجزء الخاص بالزونيغ و عارفنا ازاي كل ممبر موجود عندي بعرف ان ده دا موجود في الجزء الخاص بالرسبشن فيما ضمن الحاجات المهمة بشونسين ان انا لو قفت على اي عنصر موجود عندي او اي elements موجود جوه البروجيكت لو حاجة اسمها ID ID بعرفها اوصل بي يعني لما مسكتها ممبر زي دا اعرف ان الممبر دا لو حاجة خاصة بي لو ID خاص بي كنا احنا قبل كده اكلمنا عنه في الكلاش لما انا قلت لحضراتك الكلابريات لو انا عايز اعمل تشيك على اي شيء بقدر اختاره واروح اضيف ال اي دي بتاعه ده واوضع من خلال ال اي دي احدد الممبر الموجود عندنا هاوصل ال اي دي ازاي ده يعني انا لو بصيت هنا هليه ان هو برامتر هيدن يعني مش موجود يعني مش برامتر جاهز كده فانا محتاج اخلي البرنامج او اعرف فين الاي دي ده بحيث دراتي لما انا اروح اول ان الممبر ده الاي دي بتاعه كذا ابيعارف المكان بتاعه في الريسيبشن رقم كذا ابيعارف المكان بتاعه دي اول حاجة الحاجة الثانية عندنا عايز اضيف اسم البروجيكت بتاعي انا عايز اضيف هنا اسم المشروع بتاعي عبارة عن ايه وعايز اضيف البروجرس نسبة الانجاز في المشروع ده عبارة عن ايه فأروح أول حاجة على manage هعمل shared parameter هضيف في الماب برامتر هعمل نيو برامتر جديد وسميه progress progress بالشكل ده عشان أبقى بيه أعرفه نوعه تيكست خبالك من طريقة الكتابة ماشي progress وهعمل واحد جديد وسميه element id element id بالشكل ده خبالك برضو من طريقة الكتابة وأعمله عبارة عن تيكست ونعمل برضو واحد كمان وسميه project ممكن أخليه كله capital project project name project name بالشكل ده وديه لنه بتاعه تيكست بالشكل ده كده بشوانسين دول التلاتة برامتر اللي عندي هروح بعلى البروجيكت برامتر هضيفهم أول حاجة روح جاية ضايف ولا يكون على اسمه المسال mb من هنا كده هروح حلق البروجرس من هنا اخدهم بالترتيب البروجرس هضيفوا الكله خلاص يعني الموضوع مش مستاهل يعني هاجي من هنا برضو shared parameter بالشكل ده هروح جاية رايح من المي بيه برامتر من هنا احنا اضيفنا ايه element id نفسك كلام check all بالشكل ده بعد كده هضيف احنا كده اضيفنا البروجرس فاضل ايه project name ادي البروجيكت name بالشكل ده ورح جاية بتشيك all بالشكل ده كي مش منزين لو انا روحت علي اسكاديول لسبي المثال من هنا انا عايز اضيف زي ما احنا ايه element id عايز اضيف البروجرس البروجرس بتاعي الموجود عندي وعايز اضيف البروجيكت name كمان الثلاثة اللي انا لسه ايه ضايفهم وبدأ اتكلم عنهم اول حاجة بالنسبة للبروجرس الموجود عندي كل حاجة زي ما اراتي حقيقة ممكن تروح لو مثلا ده element id ده مثلا خلص بنسبة مية في المية بالشكل ده طب ما انضفش عادي خالص جدا ممكن نروح هنا new schedule وقوله ايه multi category بالشكل ده هاجي من هنا هقول له family and type من هنا عايز تعملي زي ما احنا قلنا هقول له progress بالشكل ده فيين البروجرس فيين يا سيدي ادي البروجرس بالشكل ده project name بالشكل ده اهو تبدأ بقى تروح على اللي انت عايزه كله من هنا انت عارفت البروجرس الموجود عندك تقدر تروح مثلا نسبة البروجرس فيها وليكن مية في المية بالشكل ده طيب يعني الموضوع مملة شوية طيب خلينا طبعا انت بتحتاج اصلا ايه تمشي على البروجرس واحد احدا كده ايه تبدأ تشوف ايه نسبة الانجاز واللي عايز تضيفه على طول direct اقول لحضراتك تقدر تطيفه زي بس طبعا البروجرس طبعا لازم بتمشي عليه انت اللي عارف ايه اللي انتهى وايه المنتاج انا كده اعملت الجزء الخاص بالبروجرس بالشكل ده بحتاج كمان باش وانسين اعمل برامتر كمان خاص بالكاتوجري برضو بحتاج برضو اعمل شيرد برامتر برضو خاص بالكاتوجري عشان ابدأ اعرف كل جزء من دول كاتوجري بالشكل ده خليه يتكسد بالشكل ده ماشي ونفس الكلام هروح على project parameter add shared parameter من هنا كده اختار اروح على category اقول لو k shake all بالشكل ده اقول لو k اجي هنا اقدر اضيفه في بونتاج سهوله هنا في ال table بتاعتي بونتاج سهولة عند هنا. عايز بي اخش بقل من الكلام ده كله باش نتنسين احنا دايما نتحل فين في ال dyinamo. ضل عباره عن انا عايز اضيف البرامتر دي كلها موجودة عندي على سبيل المثال عايز ابدأ اول حاجة بالكاتوجري. هجي اعمل هنا نيو دينامو سكريبت طيب. انت عايز تعمل ايه بشو انت سبنا وضع بمنتهى السهولة. عايز اقول ان انا عندي في دقتات عايز اسميها الكاتوجري بتاعه اسمه دقت. فيه دقت فيتنج اسمه دقت فيتنج البايبينج عايز اخليه في كاتوجري اسمه بايبينج يبقى كل واحد معرفين الكاتوجري اللي هو موجود جوي. وانتهى البساطة خلص. يبقى انت هتعمل ايه? اول حاجة عايز اعمل على الحاجة. يبقى هاجي انا اكتب كاتوجري. كاتوجري بالشكل ده. اهو. ايه هي الكاتوجري? خلينا على سبيل المسال عايزين نبدأ اول حاجة بالضغط. بالضغط. على سبيل المسال اكتب حرف الدي. هننزل لحد ما اللي هي كلمة الدقت. ادي الدقت عندنا. حلو الكلام. طيب انت عايز تعمل ايه? عايز تعمل سيليكشن عليه. بقى انا بقول له ايه? اول المنت حدد لكل ده. خبالك يعني ايه? كل الكاتوجري دي دي خدلي الموجودة فيه. حلو الكلامين. بالراجل كده لو انا عملت هيبدأ ايه? لو انا حتى هواتوماتيك هواتوماتيك بص كده. جاب لي كل الدقتوت. انا بس هخلي ماني والتاني. عشان انا اعمل للرن براحتي. طيب حلو الكلام ده. طب عملت 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 دلوقتي الكاتوجري بتاعك. واخترت وعملت عليه. عايز تعمل ايه? عايز احط البرامتر بقى. عايز اعمل البرامتر اللي انا ايه? اللي انا لسة عمله هنا ده. عايز عمله بقى. مش باقوله انا بقوله set parameter. set parameter بالشكل ده. انا بقوله set parameter by name. بالشكل ده. ايه هو ال element. اقول له ادي ال element. اللي انا عمللها selection اللي هو الاسم ال double ايه هو البرامتر name. انا عايز اضيف ايه? عايز اضيف اقول له اولو من هنا الكاتجري قبلك تكتب صح نفس الانت اسم البرامتر بالضبط يبقى هو ده البرامتر name البرامتر name ده انت عايز تحط فيه ايه هولو انا عايز احطليه فيه بنت دابل كوتيشن عايز تحطلي الكلمة دي زي ما هي دقت بالشكل ده خلص طب نفترض يا باشمانتس انا عندي برضو لسه فيه عندي الدقت كاتجري فمسلا فتنج فمسلا فتنج ففين الضغط ايه فتنج عايز اخده من الاتنين مع بعض فروح اعمل ايه لست لست من ايه خده ايتم 1 وخده ايتم 2 لو عندك تاني تضيف بزي ما انت عايز اهم دول اللست جمعتهم كأنهم باهم حاجة واحد يبقى انا كده ايه نشوف مع بعض كده انا اعملت نست مع بعض كده اهو ادي كده بالضبط اتملأ كله ايه بقى اسمه زي ما انت حضركم شايفين كده اهو لو انا روحت حتى على الاكزوست لو انا جيت هنا من هنا روحت اضيف الجزء الخاص بي اهو اهو بقى اسمه حلو الكلام حلو الكلام بس كده لا تمشي على كله بقى اخد الليلة دي كلها زي ما هي كده اهو كنترول وتسحب التحت مين اللي بعده واللي يكون عاد سبيل المثال كل اللي انت عايش كل اللي انت حضرتك عملتها هتجي من هنا كل اللي عليك هتعمله هتجي هنا على بايبس وتيجي من هنا على بايبس فتنج بالشكل ده بايب فتنج بالشكل ده كل اللي عليك هتغير دي تخليها بايبس بالشكل ده خلاص اخذ الكاتو جري ده اللي بعده تروح جاي واخد كنترول سي من ده على سبيل المثال مثلا البيب والبيب فتنج احنا هي اللي احنا هي عملناه ناخدهم بالترتب عشان ما ننساش ندا كده البايب كل ده طبع البايب السبيرنكلر ماشي الكابل تري مثلا تجي من هنا على سبيل المثال حرف السي هده الكابل تري حرف السي كابل تري فتنج وترجيها كاتب هنا كابل تري طيب حلو عايز تملى مسلا الجزء الخاص به على سبيل المثال مثلا يعني اهو وضم كده واسده مش محتاجه فممكن اعمل الليست دي عملها انا هيسف كنترول زد اشيل الليست دي الاول الليست دي اشيلها ده خلاص اربط ده هاجي من هنا مثلا على سبيل المثال على ال هادي ال وهغير الاسم هنا اخلي وهكذا بقى حضرية تمشي على كله تبدأ تخلص كله كل حاجة انت عايز تعمل وترجع من الراف الاخر هو اوتوماتيك هيبدأ يملالك كل الجزء الخاص بالكاتوجري بمنتهى السؤولة طيب خلصت الكاتوجري عايز اخش على الاهم حاجة عندنا جزء المهم جدا بعد وخلصت الكاتوجري عايز اخش على ال اي دي او خلينا البروجيكت نيم تعال نخش على البروجيكت نيم تعال بص هنعمل ايه في البروجيكت نيم وانتهى الجمال همسك كل اللي انا حددته ده كنترول من هنا كده بص كل الكاتوجري اللي موجودة عنده في المشروع اللي حضرتك ايه استخدمتها وانتهى الجمال كده طرق يعمل كده من هنا اهو البي باي فيتنج اللايتنج فيكتشور الديفايز كل حاجة موجودة عندك هنا اهو اهو وطرح جاي مديله برضه من هنا تاخد من هنا اول element of category من هنا كنترول اهو وطرح جايعمله من هنا كده set parameter اهو 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 بالشكل ده تاخد برضه الاثنين كوب بلوك دول اهو control من هنا بالشكل ده اهو تمسك ده من هنا اهو 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 project اخب بالك تكتب بالزبط نفس المسمى عشان يقرصح اهو 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 اسم المشروع عليكم انا اسميه ابو جامي او اسميه اسلام اسلام بام بالشكل ده بس طبعا انا عايزة المى الليلة دي كلها فممكن اعمل هنا list create من هنا عشان المى العيلة دي كلها بانتهى السهولة خالصة اهو ودول على الجنب شوية هادي كده اهو يعني الموضوع بص بقى منتهى الجمال اللي في الدنيا هاو اهو تبدأ تربط كل الكلام ده تبدأ تربطه بمنتهى السهولة عندك وامسك الليست دي من هنا خلاص ارجع من run بالشكل ده اهو نشوف ايه المشكلة عندنا هنا عملنا list خلاص انا خدت الكلام ده كله طيب استنى اتاكد ان انا كاتب الكلمة صح ادي project name مكتوبة صح اهو طيب ايه بقى المشكلة فين مشكلة شوانسين انا كنت اضايف مجموعة items هنا مجادش كانت فاضيف عشان كده كان بالنسبة لأورير في ال input تعالوا نبص بقى من هنا project name شايفين ايد project name خبالك انت عندك ايه برامتر في الدنيا تقدر تضيف المنتهى السهولة نفس الكلام بالنسبة ال progress تقدر مثلا لو سبيل المثال لو انت عندك الكاتوكري بتاع مثلا الدغط خلص تقدر تجي هنا تقول له في ال progress على سبيل المثال تعالوا نشوف برضو لو انا عايز اعمل اهو ctrl c اهو على سبيل المثال hold them هنا كده اهو لو انا عايز اعرف مثلا على سبيل المثال progress ال progress بالشكل ده وليكن على سبيل المثال اه شيل الليلة دي كلها نخرج ال item دي من هنا ودي من هنا خليهم برضو بس ايه كانوتز بس كده بس بدون استخدام هنشيل كل الليست دي من هنا وليكن على سبيل المثال الضقت والضقت فتنج على سبيل المثال دول كانوا حصل فيهم نسبة انجاز وليكن مية في المية اهو اقوله مية في المية مساء على سبيل المثال تعالنا كده نقوله run نشوف ايه اللي هيتم طيب الراجل خلص تعالوا ننزل كده ادي ال progress خلص بنسبة مية في المية اهو ممكن تقوله تمشي عليهم واحد واحدة انت اللي تخلص اه ممكن حاجة معينة مثلا على سبيل المثال لو عايز تعمل filter بحاجة معينة تقدر تضيف برضو قبل كي احنا شرحنا ازاي ادري اعمل filter بمنتاز سولا تعالوا بقى اهم حاجة عندنا الجزء بتاع ال id هاخب برضو نفس الكلام ده كله control كده وامشي بيه من ناحية دي اعيز اجيبي ال id ال id عندنا باش مانسين انا خكرا خلصت كل الكاتو جري عندي اهو بعمليه بقى باش مانسين اه برضو نفس الكلام باجي من هنا الكود بلوك بتاعنا باجيب هنا الاسم بتاعه اللي احنا لسه مسمينا اخب بالك انت كاتب ال element id ازاي ده مش حاجة هدخلها manual يعني انا معرفش ال element ده رقم كام يعني ففي نوت جوه البرنامج هنا اسمها id اسمها id element id هو automatic بيعرف يطلع لك ال element id بالشكل ده هو automatic اهو بيقدر يقرى ال id بتاع ال element يقدر يطلع مين ال element بتاعته ويعرف ايه الموجود عنده فانا هقول له من كل ال element من كل دول يعني انت حددت ال dukt ده كل ال dukt وحددت ال bible fading وكل الكلام دي كلها ال element اللي انت حددت لك هو automatic هيعرف يرى لك ال id هنا هيعرف يطلع ال id بس انا عايزه يخرجه كتكست عايز يحول ال id يرى زي هنا كده لان ده الراجل ده عايز فايله تكست مثلا او ايا كان عايز فاليو فانا بقول له حاجة اسمه string from object حاجة اسمه string from from object او اهو بالشكل ده فانا بجيب كل ال id من هنا كده وقول له خد ال string ده هو ده ال value بتاع ال id بتاعك تعالوا نجرب كده عشان نفهم الموضوع مع بعض نشوف اللي هيحصل الراجل automatic هنشوف هيعملي دلوقتي الراجل خلاص عندنا منتهى الشياكة تعالوا تشوف اللي عملو تعالوا نجيب هنا element id شايفين قادر الراجل هنا قدر يقرأ كل element بقى انت عارف ال id بتاع كل element موجود عندك هو موجود فين وكل الشيء موجود عندك يبقى انت عندك تقدر دلوقتي تعرف اه نسبة الانجاز قدية للالم انت رقم كذا خلاص الدنيا بيت واضح عندك مفيش فيها اي مشاكل الحمدلله رب العالمين